تعالوا نرجع كده لو تسمحوا لنا برضو تسمح لي كابتن إيهام نرجع لفوتشر هذه المباراة اللي كان فيها يعني حاجات تدرس بصراحة كل حاجة فكورة بالزبط يعني انت شفت أداء حلوة قوي وشفت تكتلات حلوة قوي وشفت دفاع حلوة قوي وشفت بصات حلوة قوي وشفت كل حاجة وشفت نتيجة ولا أروع فهنا أو المشهد اللي أنا شايفة دولتي والناس بتتبعنا وشايفة يعني على الشاشة وما حدث طيب لو أنا بعرف أعمل ما هي قصة في إيه اللي بيداء الجماهير بتاعتنا نادي الأهل نادي الأهل يعرف فيوصل للقمة وبيوصل ووصل كتير ولكن على السعيد الآخر ألاقي حاجات بتحصل زي بالزبط واحد يعني محترف يجي مش عارف مثلا يدخل جول وهو لعب محترف وهو فرود الفريق فبتبقى غريبة حريك فاهم قصدي يعني حاجة غريبة ما ده اللي هنتكلم فيه ده الزعل اللي عن الجمهور مدام انت وصلتني من 3-4 أيام لكمة مستواك وقلنا ان النادي الأهل رجع والنادي الأهل بيقدي وشوفنا ازاي مثلا في المباراة اللي فاتت حسام حسم وتحركاته اللي بيخلق فيها مساحاته ازاي حمدي فتحي فيه أوقات كتيرة كان بيخش هو مكان حسام والسلاة بيكمل كان فيه تحركات كتيرة جدا شوفنا عبدالقادر وازاي التغييره ونزول المباراة اللي فاتت أثر بشكل كبير جدا بالإجابة على الناحية اللجومية كل ده ما كانش موجود امبارح امبارح خط وصل النادي الأهلي ما فيش تقارب في الخطوط في تابعة كبير جدا بين الخطوط ما فيش ربط أفشا كان مختفي تماما الناحية الهجومية حسام حسن وعبدالقادر وما فيش بناء للهجمة أصلا يعني ما فيش بناء للهجمة دي مشكلة نادي اهلي يوم فيوتشر قدر يضغط بشكل كبير جدا على فيوتشر لا خلوش هيبن الهجمة من göม ذاتهم بشكل كبير جدا امبارح فيرجمği ز 것이 عمليه على النادي الأهلي قدر يضغط على النادي الأهلي بدعام بشكل كويس جدا بشكل قوي مبارح بlicy أن في بحاجة بقى ملحوظة غريبة كددًا الالتحامات الاتحامات الثلائية الواحد ضد مائلende كلها مبارح مفيش لايض فينادي الأهلي قدر يكسب التحام بشكل قوي جدا. فدي تتبعين لك أن الحالة الفنية والبدانية اللي هي في النادي الأهلي ما كانتش حضرة بنسبة كبيرة. ما كانتش موجودة. التفكير لللقاء أو التحضير لللقاء واضح. اللي هو ما كانتش متواجب بشكل كبير. هل كان الهدف الأول برضو بتاع بيرامدز إلى حد ما أثر في النفسية أو في العزيمة؟ ممكن تفسر أبدا الشكل. ولا بالعكس كان مفروض يزيد الأهلي أو فريق عندنا عزيمة. في ظل الخبرات الكبيرة اللي موجودة في الملعب والتواجد الجماهيري والحضور الجماهيري مبارح والدعم اللي كان موجود في المدرج مبارح. لا أعتقد عادي معرض فيه سينانيوهات كتيرة ممكن تحصل حتى النادي الأهلي بعد تأخره بهدفين في الطبيعي والحالة الفنية والبدانية العادية اللي عادي من النادي الأهلي والروح اللي نحن متعودين علىها عادي. حتى والتأخر بهدفين. حتى لو بتلعب بيرامدز بتلعب نادي الزمالك محترم الكامل اليوم. تقدري ترجعي للمباريات بشكل كويس جدا. لكن مبارح يوم من الأيام اللي ممكن ما تتكررش كتير في النادي الأهلي ممكن يكون أيام مش يعني أنا ما شفتش النادي الأهلي كتير كده في الكورة. ولا على وقتكو كابتن يهاب حصل حاجات زي كده اللي هو حاجات بتحصل على أرض الملعب. ما بقاش ليها تفسير. رغم أن انت بتبقى ممكن مباراة أو بطولة لسه واخدها. وبعد ذلك تلعب مطش على علامات استفعام. هل حصل الوقتك برضو حاجة زي كده؟ في أيام للنسان أنا بقول حاليك هي في أيام للنسان. بس الفترة دي كترت. يعني الليفل زيت شوية ندر نقول مؤخرا. المبارات اللي حصل فيها. المبارات يعني النادي الأهلي بايت فيها عن مستوى الفترة اللي فاتت. لا كترت الفترة اللي فاتت ودي علامة استفعام كبيرا.